اظهر الاستطلاع الاسبوعي لصحيفة معارف الاسرائيلية انه لا توجد امكانية لرئيس الحكومة الاسرائيلية بن يمين نتنياهو لتشكيل حكومة بعد انتخابات الكنيسة في الثالث والعشرين من اذار المقبل حتى لو دعمه حزب يمينة برئاسة نفتالي بينت كما واشار الاستطلاع ان المعسكر المعارض لنتنياهو ايضا غير قادر على تشكيل حكومة رغم ان الاستطلاع الحالي توقع حصول الاحزاب في هذا المعسكر على واحد وستين عضو كينيسة لكن الخلافات السياسية بينهم واسعة وحسب الاستطلاع فان قوات حزب الليكود ازدادت بمقعد واحد وحصل على تسعة وعشرين مقعدا وتراجع حزب يشعتيد برئاسة ييرلبيد بمقعد واحد وحصل على سبعة عشر مقعدا وبقي ثاني اكبر حزب بعد الليكود وحصل حزب تيكفا حدشا برئاسة جدعون ساعر على أربعة عشر مقعدا ويمين على أحد عشر مقعدا وحصلت القائمة المشتركة على تسعة مقعد وشاس على ثمانية فيما حصل يهدود هاتورا ويزرائل بتينو على سبعة مقعد ويتبين من هذا الاستطلاع ان قوة معسكر نتنياهو بلغت ثمانية وأربعين مقعدا وفي حال انضم يمين إليه فستكون قوته تسعة وخمسين مقعدا ومن الجهة الأخرى فقد بلغت قوة المعسكر المعارض لنتنياهو واحدا وستين مقعدا مع القائمة المشتركة ترجمة نانسي قنقر